لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الجن يبقى والعومة بين عقل المساعد فرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وإحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن البخاري وإزاي أعطى شرعية للدولة العباسية من خلال أنه هو قال لنا بعض الأسماء وأنا في الحلقة دي هركز على عيسى بن موسى اللي احنا تكلمنا عنه أنه كان رجل حرب في الحلقة اللي فاتت وإزاي عيسى بن موسى ده أحمد أهم فتنة حصلت في العصر العباسي وطبعا هي فتنة المهدي وعندما حلقتنا النهاردة هيكون البخاري وفتنة المهدي الحقيقة عيسى بن موسى ده كان رجل حرب زي ما احنا عرفنا وفي فتنة حصلت في وقتها اسمها فتنة المهدي وإيه فتنة المهدي يعني إيه المهدي وإيه اسم المهدي نتعرف عليه من خلال حديث سألوا ابن تيمية إيه اسم المهدي يعني مش أي حد يطلع يقول لنا المهدي هعرف إزاي إن ده المهدي وده مش المهدي قال كده سألوا ابن تيمية عن اسم المهدي رح قال لهم حديث قال كده عن أبي إصحاق قال عليه رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن وقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي ويقول كده وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يبقى ابنه ده هيخرج من صلبه راجل يتسمى باسم النبي وهيكون اسمه مطابق لاسم الرسول واسم أبوه مطابق لاسم أبو رسول الإسلام يعني هيكون اسمه محمد ابن عبد الله يعني أي حد ممكن يكون اسمه محمد ابن عبد الله يقول إن هو المهدي وده حصلت كتير جدا ناس ادعت إن هي المهدي وإلى الآن الشيعة تنتظر المهدي وهيكون اسمه إيه محمد ابن عبد الله وطبعا إحنا كده عرفنا اسم المهدي هيكون إيه عشان لما نقرأ مين هو اللي ادعى إن هو المهدي في الدولة العباسية نشوف إن فعلا كان اسمه كده وقيسة بن موسى النهاردة هنشوف ازاي قاد على اهم فتنتين وهنقرأ مع بعض كانت الفتنة الاولى هي تعتبر فتنة واحدة لكن اتقسمت اتنين واحدة في المدينة والتانية في البصرة واحنا هنشوف كده من خلال كتاب سير اعلام النبلاء نشوف مع بعض اسم المرجع سير اعلام النبلاء الطبقة الرابعة محمد ابن عبد الله يقول لنا كده جهز المنصور ولي عهده وعيسى بن موسى زي ما احنا حكينا المرة اللي فاتت لحرب محمد وكتب الى محمد يحسه على التوبة ويعده ويومنيه واجابه من المهدي محمد ابن عبد الله طه سين ميم تلك ايات الكتاب المبين وانا اعرض عليك من الامان مثل ما عرضت فان الحق حقنا الى ان قال فأي الامانات تعطيني امان ابن هبيرة ام امان عمك ام 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 ابي مسلم وطبعا هو بيفكروا بالاسماء دي لان كل دولة العباسية اعطتهم امان وتقتلوا فهو بيقول له انت عايز تديني امان مين امان فلان ام فلان ابن هبيرة ام 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 عمك ام 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 ابي مسلم طبعا يبقى هنا يبقى فيه حاجة مهمة جدا العلاقة متوترة جدا بين اهل البيت والدولة العباسية والبخاري لما يذكر اسم واحد زي عيسى بن موسى كان بيد يعني كأنه بيدي الشرعية لي ان هو يقتل ويعمل اللي هو عايزه ويعظم اسماء هؤلاء القتلى كمان طيب ويقول لنا كده في نفس المرجع وصارة ولي العهد فيه اربعة الاف فارس ولي العهد طبعا عيسى بن موسى رح في المدينة وبعدين بنلاقي ان حصل حاجة ان فر شوية من مدعي ان هو المهدي محمد فر منه شوية فرحوا عرضوا عليه وقالوا له روح لمصر يعني فر الى مصر لن يدركك احد يعني عنها لن يردك احد عنها فرح واحد اسمه جبير قال لا اعوذ بالله ان نخرج يعني من المدينة والنبي الله بيقول رأيتني في درع حصينة فأولتها المدينة وبعدين رحوا قالوا مشهورة على محمد انه يخندق على نفسه وفعلا حفر خندق الرسول وبعدين يقول لنا كده ان اجتمع ناس كتير جدا وحسبوهم غاية ما وصلوا يعني يمكن عددهم كان مئة الف راجل فخطب محمد في الوقت ده بقى راح محمد اللي هو المهدي راح خطب الناس وقال لهم ايه انا حللتكم من بيعتي وده طبعا حاجة غريبة جدا احنا بنستغرب لها ازاي بعد ما انت جيت وخليت الناس تتلمح حواليك وتقول لهم انا حللتكم من بيعتي ده موقف غريب من مدعي ان هو المهدي يعني او ان هو المهدي في الوقت ده قال على نفسه ان هو المهدي فرح الناس عملوا قيم رحوا الناس طبعا خافوا ومشوا وهرب الناس بزراريهم للجبال وطبعا عيسى ما تعرضش لأولاتهم خالص وبعدين لقينا عيسى بن موسى طبعا عيسى بن موسى كان معه اربعة بس اربعة تلاف بس هو كان معه مئة الف فازاي خاف منه بعدين يقول لنا كده رح يكلمه فقال اياك ان يقتلك من يدعوك الى الله فتكون شر قتيل او تقتله انت فيكون اعظم لوزرك وابتدى يقول كده ان ابيت فهو بيرد عليه بيقول ان ابيت فانه قاتلك على ما قاتل عليه جدك طلحة والزبير على نكس البيع وطبعا هو فاكر كل واحد بيتكلم ان هو لي حق الخلافة يعني وبعدين عيسى بن موسى احض بالمدينة وقعد كده وكان الوقت وقت رمضان وبعدين ثلاثة ايام بيروح يعمل نفس الحكاية يقرب للصور وينادي يقولي اهل المدينة ان الله حرم الدماء هلموا الى الامان وحلوا بيننا وبين هذا فبيشتموه ويعمل كده نفس الكلام لمدة ثلاثة ايام وبعد كده الاناء ان هو المهدي اللي هو المدعي ان هو المهدي محمد ابن عبدالله اتل بايده حوالي سبعين واحد في اليوب ده وبعدين لاناك كده ان راحوا مسكينه وقتلوه وثبتوه بالسهام وفعلا قتل محمد ابن عبدالله واخمد عيسى بن موسى اهم فتنة في الوقت ده ودي كانت الفتنة الاولى اللي حصلت في المدينة خلاص موتوه اثبتوه بالسهام خلينا نروح نشوف ازاي اخمد الفتنة التانية الفتنة التانية بقى في نفس المرجع سير اعلام النولاء الطبقة الرابعة محمد ابن عبدالله وده اخوه بقى ابراهيم ابن عبدالله وده كان هو اخوه وبعدين يقول لنا كده وحملوا بس قبل ما نروح للحتة دي انا عايزة اقول لكم معلومة مهمة جدا وكمان لما كان عيسى بن موسى بيقاتل او قتل محمد ابن عبدالله في الوقت ده كان موجود الامام جعفر الصادق وده من اهل البيت والامام جعفر الصادق ده ابن فاطمة بنت الحسين ويعتبر طبعا من الائمة وما لقناهوش في وقت الحرب الاناء ان هو قاعد يبكي على اللي تقتلوا واختفى وقتها وازاي امام معصوم زي الامام الجعفر الصادق مش بنلاقيه وقت الحرب بمفروض انت وقت الحرب بتكون موجود لكن استخبى واختفى خلينا نشوف المرجع نفس المرجع ونشوف الفتنة التانية اللي احمدها والفتنة التانية اللي احمدها عيسى بن موسى طبعا كانت لاخو محمد ابن عبدالله وهو اسمه ابراهيم ابراهيم اخو محمد ابن عبدالله ودي حصلت في البصرة وطبعا احنا بنذكر المرجع هو سير اعلام النبلاء الطبقة الرابعة ابراهيم ابن عبدالله ابن حسن وبيقول كده ان قيل المرجع بيقول لنا قيل ان المنصور قال ما قدري ما اصنع ما عندي نحو الفي فارس بعدين ومع ابني بالري سلسين الف ومع محمد ابن اشعز بالمغرب اربعون الف ومع عيسى بالحجاز ستة الف لان جوت لا يفارقني سلسون الف فارس فبيقول كده فما لبس ان اتاه عيسى ابن موسى يعني فما لبس ان اتاه عيسى مؤيدا منصورا فوجهه لحرب ابراهيم وفعلا عيسى ابن موسى راح لحرب ابراهيم وفعلا موت ابراهيم اخه ابن اخه محمد ابن عبدالله اللي هو مدعي المهدي ويقول لك كده وانتصر وقتل ابراهيم فمكس شهرين لا يأوى الى الفراش وطبعا ده المنصور اللي مكس شهرين لا يأوى الى الفراش من كتر طبعا الدجة اللي كانت حصلة وهنا احنا شوفنا ازاي عيسى ابن موسى اخمد اهم فتنتين حصلوا في الدولة العباسية ولكن عشان نوصق الفتنة دي من فتح الباري ابن حجر العسقلاني هنشوف عشان اللي حابب يرجع ان عيسى ابن موسى وكمان صحيح البخاري وصق الموضوع ده والفتنة اللي حصلت دي هنلاقيها في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة ويقول لنا كده وخرج مع محمد ابن عبد الله ابن الحسن في زمن المنصور فلما قتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد ان ضرب وهنا احنا شوفنا ازاي البخاري بيدي فعلا شرعية للخلافة للدولة العباسية وازاي بيمجد عيسى بن موسى اللي هو قتل محمد ابن عبد الله وقتل كمان ابراهيم ابن عبد الله وكده عطى شرعية وطبعا خلاص فهمنا انه اخمد اهم فتنة حصلت في الدولة العباسية وازاي البخاري مع عيسى بن موسى ومع الخلافاء الدولة العباسية وازاي هو على محاباة مع الدولة العباسية وتابعوني التقي بيكم الحلقة الجاية مع البخاري وبرنامج النقل امن العقل لو سقطت مصادرنا الاصلية اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة منها تسقط اراضينا انت هترد بعقل احنا نقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المسا اشتركوا في القناة